مساء الخير الهدف من هذه السجن اللي عم بسجلها هو اني اغطي المادة اللي ما تسجلت في بداية المحاضرة اللي رقمها 21 اللي هي شرحت فيها المتيريال بخصوص الـ XOR والـ XNOR بعض المتيريال اللي يمكن تكون شرحت بالليكتشر اللي قبل أو بالليكتشر اللي بعد انا رح احاول اني اركز على اول سلايدز من الـ XOR والـ XNOR واعيد المادة اللي شرحت على الـ Whiteboard ببداية هديك المحاضرة كـ Revision سريعة الـ Exclusive OR و XNOR هي عبارة عن إضافيات يعتبروا بيعملوا عمليات ممكن انه او بيعملوا فنكشنز نقدر انه بكل بساطة نمثلهم من الـ AND والـ OR والـ NOT لكن لانه هدول العمليات يستخدموا بكثرة فمشان هيك اخترعوا لهم جيتز خاصين فيهم فيوصنع جيتز للـ XOR و جيت للـ XNOR حكينا يمكن بالمحاضرة الاخر المحاضرة سجلت عن الـ XOR والـ XNOR انه الـ XOR هو عبارة عن عملية او هو exclusive OR اللي هو انه نفس truth table تبعي الـ OR بس بكون تـ exclude حالة الـ 1-1 من انها تطلع سفر فمشان هيك دائما الـ exclusive OR رأي له 2 من terms لـ 2 variables اللي هنه X bar Y or X Y bar بمعنى اخر انه exclusive OR لـ 2 variables بيطلع لي 1 اذا كانوا 2 variables مختلفين و 0 otherwise مشان هيك XORing 2 variables X و Y وتذكروا انه هذا هو السيمبل تبعها يعادل اني اعمل X bar Y يعني يكون X 0 Y 1 او انه يكون X 1 Y 0 الـ XNOR هو complement تبع XOR وهذا هو السيمبل تبعه مرة تانية هو complement تبع XOR و طلع لي 1 لما يكون 2 variables متشبهات يعني 2 1 زي term الاول او 2 0 زي term التاني حكيت برضو بالمحاضرات المسجلة ايش فوائد او استخدامات XOR والXNOR اللي بدي اركز عليه بهاي السيشن هي انه XOR for 2 variables يعتبر XOR لكن اذا رحنا ل3 و more variables بنصير سمي odd function of 3 variables or more والXNOR عادة هي العملية اللي بتوصف عملية XNOR بين 2 variables واذا رحنا لأكتر من هيك بنصير نسمي even function بين 3 variables او مور بمعنى اخر انهم عادة بميل انهم يحكوا انه XXOR Y بتعطيني هيك XXNOR Y بتعطيني هيك اذا عملنا عملية XOR بين اكتر من 2 variables رح يصير اسمه odd function واذا عملنا عملية XNOR بين اكتر من 2 variables رح يصير اسمه even function هذا لا يعني انه ما رح نستخدم نفس السيمبل عفكرة رح تشوفوا نفس السيمبل اللي رح تشوفوا X XOR Y XOR Z بسي الفكرة انه بيصير اسمه odd function of these three variables هون عمورجيني كيف XNOR هو complement XOR كيف بيطلع بيطلع لي هدول 2 Minterms منه نحن منعرف انه XOR هو عبارة عن Minterms X bar Y or XY bar فمشان اجيب XNOR اللي هو complement تبع XNOR رح احط NOT على كل هاي 2 terms و according to De Morgan رح اوزع النط على 2 terms و اقلب OR ل NOT بعدين رح اوزع النط على 2 product terms رح يصير or terms فيهم X or Y bar and X bar or Y عفكرة هيك نحنا كتبنا XNOR product of max terms يعني هيك انا جبت شو max terms تعين X or X nor اللي هن شو max terms تعين X nor اول max term اللي هو 0 1 اللي هو max term 1 و تاني max term هو 1 0 اللي هو 2 اذا بتتذكروا بالmax terms نحن الvarium اللي طالع complemented منحطه 1 واللي طالع زي ما هو منحطه 0 فهذا max term 1 0 اللي هو 2 وهذا max term 0 1 اللي هو 1 هلا مشان ارد اكتبه كsum of min terms ردينا وزعناهم على بعض وبعدين لما فكفكناهم طلع هذا term بطير لانه X and X bar 0 Y and Y bar 0 0 or anything رح يضل anything رح يطير هذا ويطلع معي انه X nor هو عبارة عن two terms x y x bar y bar اللي بنركز عليه اليوم هو انه كيف اذا بنعمل X or ring بين 3 variables كيف نعمل هذا الحقيق الشغلة اللي بنركز عليها انه مش موجود بالحقيقة بالdigital word ما بتصنع X or gates بتعمل X or ring بين 3 variables مرة واحدة ولا بيتصنع X nor gates تعمل X nor ring بين 3 variables مرة واحدة عادة X or gates وتصنع بtwo inputs فقط طيب اذا انا بدي اعمل X or ring بين 3 variables كيف بعملها لحسن حظنا X or هي عملية تجمعية يعني كيف تجمعية يعني اذا انا بدي اعمل X or Y X or Z هذا يعادل اني اعمل هلين ارجوكم اياها على whiteboard one minute مش طالق whiteboard طيب one minute اذا انا بدي اعمل X or ring بين X Y Z هذا يعادل اني اعمل X nor ring بين X Y لحال وبين والناتج اعمله X or ring مع Z فمشان هيك عملية X or ring تعتبر عملية تجمعية وبقدر اعمل اعفكرة بين اي تنتين بأي ترتيب والجواب اعمله X or ring مع الثالثة وبطلع جواب 100% صح زي ما or والand عمليات تجمعيات ما بفرق فيهم اذا انا عملي العملية بين اكتر من two variables كيف الترتيب اللي عم بعمل فيه العملية نفس الشي X nor هي عبارة عن عملية تجمعية ما بيفرق كيف الترتيب اللي بعمل فيه the variables اذا كان في عندي اكتر من two variables هلا فليكن بحكي انا انه هلا المفصوط انه شايفين الwhite board اذا انا بدي اعمل X X or Y X or Z X or عملية تجمعية بقدر اني اعمل اول اشي X or ring بين X Y وبعدين اعمل X Z هلا مرة ثانية انا ما عندي gate فنحن عادة نحتاج انه نعمل X or ring بين اتنين اتنين فهذا يعادل اني اعمل X snoring بين X Y وبعدين الجواب اعمل X snoring مع Z ومرة ثانية الترتيب مين اعمل X snoring X or ring اول مع بعض ما بتفرق يعني اذا عملت X مع Z و y نفس الشي و اذا عملت Y مع Z و الجواب مع X بطلع نفس الشي هلا هاد بالنسبة لل X or اللي هو اذا بدي اعمل X or ring بين اكتر بين two variables I have to use two input X or gates بالترتيب يعني انو output two X or variables اعمل X or مع الثالت هلا المشكلة اين بتصير المشكلة بتصير بال x snoring لما عادل اول ايش انا ما عندي X nor gates ادخل هدول الثلاثة مرة واحدة تعمل لي بناتهم X nor هذا مش موجود بس بنفس الوقت هذا لا يعادل زي ما عملنا قبل شوي بالنسبة لل x or اني اعمل X snoring بين X Y والجواب اعمله X snoring مع Z او لا يعادل ولا يعادل اني اعمل X snoring لY مع Z والجواب مع X ولا يعادل اني اعمل X snoring لX مع Z مثلا والجواب مع Y يعني بمعنى اخر العملية X snoring مش عملية تجمعية اني انا لما اجي اقول لك اعمل X snoring بين X و Y و Z هذا لا يعادل انك تاخد تنين تعملهم X snoring وجواب تعملهم مع التالت ليه لما انا اقول X X X nor Z هذا يعني او يعادل X X or Y X or Z عليها كلها نط معلش نط طلعت لفوق بس هي هيك هاي العملية تعادل اني اعمل X or بين Y و X X or بين X و Y و Z وعليها كلها complement هلأ هذا ما بيساوي اللي مكتوب هون لانه اللي مكتوب هون بيعني اني انا عم بعمل X snoring بين X و Y أول شي فمعناها عم بعمل X X or Y complement بعدين الجواب عم بعمله X snoring مع Z يعني الجواب عم بعمله X or مع Z وبحط عليه complement وهذا ما بيعادل هاد يعني دائما نتذكروا انه عملية X nor يعني اني اعمل X nor بين two variables هذا يعادل اني اعمل X X or Y عليها complement لو مطناها لthree variables هذا يعادل اني اعمل اعمل X snoring بين اي تنتين بيناتهم والجواب اعمل X snoring مع الثالث لانه رح يعني هيك رح يعني اني انا عم بعمل X or لأول تنتين complement بعدين الجواب عم بعمل X nor X or مع الثالث complement فبمعنى اخر لما اجي انا بدي اعمل implementation لهذا ال even function ما في اني اعمل X snoring X Y مع Z هذا ما رح يعطيني function لا يعادل function اللي انا بدي ايا هو X X nor Y X nor Z هذا يعادل لهذا الاشي اوكي طيب شو اعمل اذا بدي اعمل اجيب هذا function وانا even function وانا ما عندي three input X nor gates بناء على التعريف اللي كتبنا انه هذا function يساوي هاي المعادلة فاللي رح اعمله هو انه ما تحت النط هو عملية تجميعية يعني اني اجي اعمل يعني انسو النط اللي تحت النط هو يعني انا بدأ ادخل تحت النط مش رح انساها بس رح ادخل تحت النط رح اشوف انه عندي X X or Y X or Z فاذا عملت X or X مع Y والجواب عملت له X or مع Z هلأ هاي مع بعض يعني اول اشي رح اعمله هو اني رح اعمل عملية X or بين X Y اللي هي تحت النط انا لساتني رح عمل X or لأول two variables مع بعض مع Z اللي طالع من X or Y اللي هو هاد مع Z انا عملت له X or وعليها نط اللي هي X or وعليها نط تعادل X nor هاي اللي موجودة اللي هي X nor or وعليها نط تعادل اني اعمل X nor فجواب XX or Y بعمله X nor مع Z بيطلع معاي العملية هاي مش موجودة هون الببل انا اسفة الببل هون موجودة اللي هي X nor ف ان order اني اعمل X nor بين three variables او بمعنى اخر مشان نتبع restriction اللي هو عامله مش حنسمي X nor function مشان اعمل even function هذا من three variables ما بيزبط اعمل X nor لهادول التنتين مع بعض وجواب اعمله X nor مع Z الطريقة هي اني بعمل X or لأول التنتين مع بعض والجواب بعمله X nor مع مع بعض وعملتنهم X nor هذا لا يعادل اني اعمل X nor للثلاثة مع بعض لانه expression دائما بيكون نغير ناخد اذا بدي اعمل even function من four variables طبعا X or ما عنا في مشكلة X or عملية تجميعية اذا بدي اعمل X or بين four variables زي هيك I can simply ادخل W X على X or يعني اعمل لها دول التنتين اول اشي X or واعمل له دول مع مين هاي جاي واعمل له دول التنتين مع بعض X or يعني انا ما عدي مشكلة ابدا بال X or هي تماما عملية تجميعية والجواب بين اعمالهم X or مع بعض فال X or انا ما عندي مشكلة فيها هي عملية تجميعية تماما ما بيفرق فيها او لما بدي اعمل odd function زي هذا من four variables ما بيفرق مين اول اعمل مع مين بينما X nor لو بدي اعمل even function من four variables اللي هو even function من four variables عم نحكي عن W X nor X X nor Y X nor Z ما فيه اني اجي اعمل اقول والله بدي اعمل X nor بين W X وبعدين هدول مع بعض وبعدين اعمل هدول مع بعض والجواب اعمل X nor مع هاد ليه لانه اذا عملت حطيت اقواص زي هيك هذا يعادل اني اعمل X or X W مع X و اعمل X or Y مع Z و عليهم not مشكل X تعريفه W X nor X X nor Y X nor Z اللي بكون بدي اعمله هو W X or X X or Y X or Z عليها كلها يعني هي the compliment of the odd function W من X Y Z تمام وهذا لا يعادل هاد هاي غلط اني اجي اعمل X or X nor لكل تنتين مع بعض وجواب اعمله X nor مع بعض غلط الطريقة شوي تحت compliment انا بعمل اول اش X or لهاي مع هاي فبدخل W X على X or وبعمل X or Y مع Z فبدخل Y Z على X or هلا الجواب تبعهم اللي هو هذا اللي طالع هون W or X اللي هي هاي كلها Y X or Z اللي هي هاي كلها بدي اعمل بناتهم X nor اللي هي X or اللي هي تعادل X nor هلا هدول الجواب بدخلهم على X nor وبتطلع هيك معي Even function من 4 variables اللي هي W X Y Z فاهم شي تنتبهوا عليه انه X nor لما بقاجي بدي اعمل Even function اللي هي X nor more than 2 variables ما بينفع باي حال من الاحوال اني اروح اعمل عساس انها عملية تجمعية x nor دائما بتكون اول step بين اي variables تعملوها individually X or بعدين الجواب النهائي بعمله X nor بشان احط complement النهائي مع X or النهائي هاد اول اشي بدي اشرح على whiteboard الشغل الثاني اللي بدي اشرح على whiteboard كيف نجيب odd function لmore او نكتب expression تبع odd function ل3 variables يعني انا لما اجي احكي انه f of x y z هو عبارة عن odd function x or y x or z ليش سموه اصلا odd function من وين اجت تسمائية انه x or هو عبارة عن odd function بين هدول 3 variables مشان نعرف من وين اجت التسمائية خلينا نحاول انه نكتب expression x or y x or z على شكل and x or هذا يعادل الاول bar مع الثاني زي ما هو or الاول زي ما هو مع الثاني bar اللي هي x bar y or x y bar وزي ما حكيت ما بعرف اذا مسجل هذا الحكي ولا بمحاضرات تانية بدي منكم انه لما تشوفوا هذا expression يخطر ببالكم x or يعني دائما لما تشوف variable مرة ظاهر زي ما هو مع bar variable الثاني يعني and with variable الثاني بعدين or variable زي ما هو يعني تفهمين علي انه مرة variable نط مع variable الثاني زي ما هو or variable اللي كان هون نط زي ما هو مع نط variable الثاني دغري يختر ببالكم x or هلأ رح اعمل وهو اني ايش رح اعمل رح اعوض بهاي المعادلة انه x or بين اي شغلتين هو انه الاول bar نط الاول and الثاني or الاول and not الثاني فانا رح اخذ هدول التين مع بعض انه على اساس انهم هم اول variable يعني زكي انه هاي كلها x وهذا variable الثاني اللي عم بعمل x or مع هاي فهذا يعادل بناء على هاي القاعدة اني احط الاول bar يعني مش انا عم بحكي دائما انه اي اشي x or الثاني هو الاول bar and الثاني زي ما هو or الاول زي ما هو and الثاني bar فانا رح انزل الاول مرة الاول اللي هو x x or y زي ما هو والتاني اللي هو or انا عم بعوض بهاي المعادلة الاول زي ما هو and الثاني bar يعني بالنسبة لي الاول بطل bar بالواحد صار term كامل فبنزل term not term and z or term زي ما هو and not z وهلا بدي اعوض هلا اللي داخل هاي المعادلة اللي هو x bar y x or y عليها bar هي x nor اللي هون احنا اتفقنا انو الاكواجن تبعتها هي عبارة عن ايش x y or x bar y bar هاي احنا عرفنا انو المنترم ستعين x nor هن المنترم zero three من term zero three فعوضت مكانها and z or x x or y اردي بنعرف انها المنترم اللي فيها one و two اللي هو x bar y z or x bar y bar z or x bar y z bar or x bar y bar z bar هلا لو اطلع ارقام هدول المنترم بديش اركض صراحة اني اطلع ارقام هدول المنترم بدي اكتب ال 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 يعني البانري باليو تبعت هدول المنترم هدول المنترم بلاقي انو هاد المنترم 111 اللي هو 7 هاد 001 اللي هو 1 وهاد 010 اللي هو 2 وهاد انا اغلطون هي x y bar z bar اللي هو 100 اللي هو 4 طيب كيف ال x or بين more than three or three variables or more هو odd function لاحظوا انو المنترم كلها اللي موجود عندي عدد الones اللي فيها هو odd يعني انا من function من three variables او مشان يظهر عندي odd number of ones في هاي combination nation يائما بتظهر one one يائما بظهر three one ف المنترم اللي فيهم odd number of ones هم هدول اللي هي 001010100111 لاحظوا odd function مرة تانية زي ما قلت لهم مش انو رقم المنترم odd هاي انا عندي ارقام من term even هي فكرة انو عدد الones في المنترم is odd تمام هلا لو نطلع على x nor اللي هو bar لكل هاد هو لكل هاد يعني f bar اللي هو x nor بين x y z وبناء على دراستنا للمنترم تعين function والcomplement تابعه اذا هدول هم المنترم تعين x or اذا x nor هو complement تابع x or اذا المنترم تعين x nor هن البقية اللي هن من terms zero و three و five و six طب لو اجي اطلع على هدول المنترم واشوف ايش الكمون بين بناتهم بلاقي انه عدد الones بهدول المنترم even اللي هو يا اما صفر number of ones يا اما two number of ones فمشان هيك سموا ال x nor انه even function ليه لانه كل المنترم تعين عدد الones فيها even وسموا xor انه odd function لانه كل المنترم تعين عدد الones فيها odd هلا نقدر نعمم هاي القاعدة على اي عدد من variables يعني لأي عدد من variables xor includes the odd or the midterms with the odd number of ones وال xnor includes the midterms البقية ما هو الكملمنت تبعه it includes the midterms with even number of ones فاذا عملت x xor y اللي هو odd function من two variables اللي هو رحيطلع معي مين المنترم ستعينه المنترم ستعينه هنا one و two وفعلا الone مش قوي كتبنا انه x bar y or x y bar مش اول اول معرفنا ال xor حكينا انه هو هيك وفعلا لو تطلع عدد الones عدد الones يا واحد بال zero وان يا اما واحد بال one zero عدد الones odd صح لو بدي اجيب xor بين three variables بدون ما ارجع للي حل اللي حليته قبل شوي لو بدي اجيب xor بين three variables بدون ما اعمل الexpansion واطلع المنترم نحن قبل شوي طلعنا المنترم من الاساس انه طلعنا او كتبنا ال xor او ال odd function من three variables كsum of minterms بس بناءا على الاستنتاج اللي حكينا بكل بساطة هذا عبارة عن sum of minterms اللي فيهم عدد الones odd من المنترم اللي فيهم عدد الones odd zero zero one اللي هو الواحد و zero one zero اللي هو التنين one zero zero اللي هو الاربعة و one one اللي هو السبعة وعفكرة رح يكونوا بالضبط نص المنترم لانه نص المنترم عدد الones فيهم even ونص المنترم عدد الones فيهم odd هلا لو بدي او انا في عفكرة بداية المحاضرة اللي ببلش فيها التسجيل مرجية بالتفصيل كيف منجيب اللي هي محاضرة 21 مرجية كيف منجيب بالتفصيل مش بالتفصيل يعني مشارحة odd function لfour variables وقايلي انه مشان اجيب odd function لfour variables منحب نحط w اول شي بس لانه w x or x x or y x or z هلا انا بقدر عفكرة زي ما حاكي بالمحاضرة اني ارد اجيب هاي واجيب هاي ووزحه مع بعض واعمل نفس الحك اللي عملته قبله شوي واثبت انه ان المنترمز الموجودين لهذا الاقتران هن المنترمز اللي عدد الones فيهم odd بس دارك من الاستنتاج اللي وصلنا له بقدر اني اكتب المنترمز تعيني كيف بدي المنترمز اللي عدد الones فيهم odd يعني واحد او ثلاثة لfour bits احتمالات حدوث او ظهور odd number of ones هو يا واحد يا ثلاثة فنفس الشي zero 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 one منترم one zero zero one zero منترم two odd zero one zero zero اللي هو الاربعة one zero 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 اللي هو الثمانية مرة تانية رقم المنترمز كرقم ما الو خص انه هو even أو odd عدد الones اللي فيه هو الاد هيك جبت المنترمز اللي عدد الones فيهم واحد هلا باكمل بدي اجيب المنترمز اللي عدد الones فيهم ثلاثة فاول اش يبللش بال zero one 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 اللي هو السبعة بعدين في عنا ال one one zero one ال one one zero one اللي هو الثلاثة بس انا بدي اجيبهم بالترتيب خليني احرك الزيرو يعني zero one 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 هاي السبعة لو احرك الصفر مشان اغير مواقع الثلاثة ونز بيصير عندي one zero one one اللي هو الهداش بعدين اشفت الزيرو مشان اغير مواقع الones كمان مرة بيطلع معي الثلاثة بعدين اخر واحد اللي هو ال one 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 zero اللي هو function of four variables مرة تانية سمبلي بجيبه اني اجيب المنترمز اللي عدد ال ones فيها اخر شي بدي احكي وبعدين ما اتبقى من السلايد المفروض انه موجود بس انا حمشي عليه مشان اتأكد اني غطيته مفروض انه موجود بالمحاضرة يا امل قبل يا امل البعد وبرضه هادر حكي على فكرة انا حكيته بالمحاب بالهاي لو نروح ال three variables ال k-map واحط على هاي ال three variables ال k-map x or y x or z رح الاقي طبعا احنا دائما نحط هون x اذا بتتذكروا هاي x وهون y وهون بحط y و z وهي z لو اعبي المنترمز اللي طلعوا معي ال x or رح الاقي انه عندي منترم one و two و four و seven منلاقي انه لو اروح اعبي المنترم مستعين ال x or بال k-map ما في الها تبسيط يعني لاحظوا انه مواقع ال ones على k-map بحيث انهم دائما بكونوا diagonal مش adjacent لبعض فبالتالي عمره بحياته لما تعبي x or function يعني odd function بال k-map ما هتلاقي فيه اي اختصارات ونفس الشي عفكرة لو تروح اتعبي ال x-nor ما هي رح يطلعوا الباقيين اللي هنه برضو دا يقولنا لبعض اللي هنه رح يطلعوا 0 هاي لل x-nor وبرضو x-nor function اللي هي even function لو اروح اقعبيها بال k-map رح يطلعوا 0 3 و 5 و 6 فرح يطلع برضو ما في اي التبسيط فهو ابسط طريقة لكتابة x or x-nor functions ك يعني sum of products هي انك تكتبها sum of mint terms ما في اي variable k-map لما نحط الones تعين الاقتران اللي هو out function رح يكونوا ايضا موزعين بال k-map بطريقة انهم diagonal رح ارجع لل slides بدي اتأكد اني غطيت كل الاشياء اللي كانت missing من بداية من نهاية المحاضرة اللي كان فيها تسجيل لبداية المحاضرة اللي راح منها التسجيل هاي 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 هون عم نرجع نأكد انه لحتى نعمل x-or between three variables ما في عنا x-or gate جاهزة تعمل x-or between three variables لازم اعمل x-or بين 2 وبعدين الجواب اعمله x-or مع الثالث وهون عم يورجيني انه برضو ما عندي x-nor gate بين three variables مرة واحدة بس الفكرة انه مشان اعمل x-nor بين three variables ما فيه زي ما شرحت لكم قبل شوي اعمل x-nor بين اول اثنين وبعدين الجواب اعمله x-nor مع الثالث لا انا بعمل x-or بين اول اثنين والجواب بعمله x-nor مع الثالث بناء على القواعد اللي كتبت لكم ايها قبل شوي هاي هون عم يعيد لكم truth table تابع كل واحدة فيهم عادة x-nor function بيستخدموه لحتى يقارنوا الéquivalence يعني تساوي two bits مع بعض لانه اذا تلاحظوا x-nor بيطلع لي واحد لما يكون two bits zero او لما يكون two bits one هون مرجعيني الimplementation تبعت sum of product implementation تبعت x-x or y اللي هو بكل بساطة x and not y or not x and y طبعا هون لازم تقدروا نحن بعد ما أخذنا الجزء بالشابتر الثري اللي منعوض فيه مكان كل and or not ب nand لازم تعرفوا كيف تعوضوا مكانهم هو simple شو عمل حط مكان كل nand nand بعد وحط مكان كل or not و بعد حاولوا انكم تحلوها وانكم تختصروا ال gates أو nuts مع بعض يعني امشوا عن نفس الستيبس مرة تانية بناند بعدها not وهاي nand بعدها not تخيلوا انه هاي or صار في not not to nor و nand انا اسفة فالnand اللي هون والnand اللي هون راحوا مع بعض والnand اللي هون والnand اللي هون راحوا مع بعض انتم حلوها ورح تشوفوا انهم راح يروحوا مع بعض يعني حاولوا انكم تحلوها وتشوفوا كيف لما نعوض بناند بناء على steps اللي اخذناها بالchapter 3 فعليا راح يتم الاختصار هدول بعض خصائص الxor اهمها انه الxor هي عملية تجمعية يعني الترتيب اللي بعمل فيه xoring بين variables ما بهم وشوفنا كيف هاي تعادل هاي شفناها على whiteboard كيف جبناها واللي هنه كل المنت اللي عدد الones فيهم odd وهاي برضو نطيبهوا عليها انه لما بدي اعمل xoring بين three variables هدا لا يعادل اني اعمل xoring بين 2 واعمل xoring للجواب مع الثالث هدا يعادل اني اعمل xoring للتنين وxoring للجواب مع الثالث وبما انه هاي هي الكمplement تبع الxor فهي حيكون فيها المنت اللي فيهم even number of ones اللي هن من term 3 و5 و6 و0 اوكي من هون فيه تسجيل للمادة اللي هو بالبداية lecture 21 بتمنى اني اكون غطيت كل شي اذا فيه لسه اسئلة على xor والxnor بليز انكم تبعتوني اياها يا اما على التيمز يا اما قبل امتحان المذبي محاضرة يوم السبت اللي هي مخصصة لحل الاسألة احمد عندك اسئلة هلأ تمام الى اللقاء يا جماعة نشوفكم بكرة بالمحاضرة الاصلية تبعت المادة باي باي